مع الكشف أن عوبة الناسفة هي التي انفجرت بالقرب من دورية للجيش الإسرائيلي في محاذاة الحدود مع سوريا وجه وزير الدفاع موشي أعلون تهديدات مباشرة إلى النظام السوري وحزب الله من جهة والتنظيمات المعارضة التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا من جهة أخرى من أن يحاول أي طرف اختبار إسرائيل في تجاوز خطوطها الحمراء واعتبر الاستهداف بعوبة الناسفة تطورا خطيرا لا يمكن استكوت عليه فيما أعلن الجيش تعزيز قوته ونشر وحدات مراقبة واستطلاع مكثفة على طول الحدود ويكمن القلق الإسرائيلي في أن تكون العبوى الناسفة مقدمة لعمليات تستهدف اختطاف الجنود وفيما يدعي الإسرائيليون أن عناصر القاعدة وتنظيمات الجهاد العالمي تتزايد بالقرب من الحدود لا يتجاهل الجيش في سيناريوهاته للتطورات المتوقعة أن يشكل شباب من الجولان المحتل وسيلة سهلة للطرف الآخر لمعرفة تحركات الجنود واعتبر تجنيد الشاب رأفة الحلب من الجولان المعتقى لدى إسرائيل وسيلة لتحقيق هذه الأهداف الاستخبارات السورية استجوابته وسلم معلومات عن الجيش وأسماء أشخاص من الجولان يعارضون الأسد وفي محاولة لمنع تجنيد شبان يكثف الجيش نشاطه الاستخباري داخل الجولان المحتل وفي المنطقة الحدودية لمنع عمليات تسلل من الطرفين حتى ما قبل هذا التطور اقتصر التدخل الإسرائيلي العلني على ضرب النظام وحزب الله لكن إدخال تنظيم القاعدة في سوريا إلى قائمة التهديدات هو تطور جديد يتخبطون حاليا حول كيفية التعامل معه أمالش حادي من مدينة حيفا